السلام عليكم وحمد الله وبركاته رجعت معكم من جديد في حلقة جديدة لنقدم لكم من خلالها وصفة أولا حلوة قديمة اللي مكنش لما تعجبوش مكنش بيت ماريبي أولا لما يمكشح بطرحة في أي مناسبة من المناسبات اللي هي حلوة ريش بوند ولكن بشكل مختلف هذه ريش بوند العسل كتجي مختلفة شيشة لديدة كتدوب وتدفعت في اليد قبل من الفم نتمنى أنكم تتبعوا معي الفيديو حتى اللقاء باش ما تفوتكم حتى أسيوس حتى حتى ناصيحة من النصائح وكذلك الطريقة تجي رائعة 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 فيتلي قدمت لكم من هديس قريبا أكثر من سنة فيديو اللي سنة فيه ريش بوند بطريقة كذلك مميزة نتمنى أنكم ترجعوا وتشوفوا نخلي لكم الرابط أعلى الفيديو كذلك صندق الوصف ندوزه باش نقدم لكم المقادير أثناء التحضير بسم الله على بركة الله نحتاج مائة وخمسة وعيشون جرام الزبدة الطريقة سمت أن الزبدة من الأصل الحيواني نعم ممتاز يمكنكم تستعملوا كذلك المارغارين مع برش البرتقال حكيت واحد جوج برتقالات أو برتقالة كبيرة سكر الفانيلا يمكنكم تستعملوا كثافة فقط من كهة البرتقال ونصف كاس سكا وحبيبات وكذلك تحتاجوا لهذه الوصفة غير صفار البيض يعني ثلاث صفار البيض أنا هنا جوج قمت بالاحتفاظ من بوحد العلبة حتى نحتاجهم مع أخوا في الوصفة التي نقدمها قصوحها عليكم في الفيديو إن شاء الله القادم وبيض بيضة كما تحتاجها للسعمال لك النهار احتفت به البوحدة مهم بالنسبة لهذه المكونات نقوم بالتحفيق جيدا كما أقول لكم دائما المقادية تضهر معكم على الشجر وكذلك أتلقىها على صندوق الوصف أو لا عفوان صندوق الوصف بعدما خلط جيدا قمت بإضافة أربع كاس الزيت النباتي أو ملعقتين فقط إلا استعمتم الموقعين نقوم بإضافة أكبر الزيت سنحرك جيدا لكي تندمج معنا جميل كما هو واضح في الفيديو بإضافة 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 حتى نحصل على خلط كريم هذه الحلوات يكون سهلة سهلة جدا تتحضر في وقت واجيز يعني يمكن لكم تحضرها في آخر لحظة ولكن نتيجة في الحقيقة مشرفة وزوينة ما تندموش إلى جعبتها الدقيق بشكل تدبيشي لهذا الحلوات لا نحتاجوش للنشط سنحتاج واقع الدقيق فقط أريد أن تضيف واحد نسبك أزيل نشط دور ممكن جدا بالنسبة لكيمية يمكن لكم تضعفها يعني أقل كيمية يمكن لكم تضعفها بمقادر الدقيق دائما نضيفها بشكل تدبيجي ولجينة لا نضيفها كما تقول لكم في جميع الحلويات لا نضيفها سنحاول نجمعها بأطراف الأصابع فقط كما تشاهدون معي وهو واضح في الفيديو بهذا الشكل نجعل العجينة دائما طرية وطبا بشكل تدبيجي لا تدبيجي لا تدبيجي العجينة تدبيجي كمية الدقيق يجعلها باقية وطبا مجرد أنها تقشلس لكم في يديكم وتحبسوا من إضافة دقيق بنسبة خميرة الحلويات أنا قمت بإضافة نصف كيس من خميرة الحلويات نصف كيس فقط بنسبة إلا ضعفت المقادر أدوه كيس كامل بهذا الشكل نقوم بتشكيل كبيرات صغيرة كما هو واضح في الفيديو وعلى فرار مسخن على درجة حرارة 160-180 دراجة ندخل الحلوياتنا الطيب لا نجعلها الطيب قسم القياس لكي لا تقسع مجرد أن تكتسب لون ذهبي والذهب لنا من التحت نحبس ونحبس لكي تبقى لها حلوة حشيشة ورطبة بعد مما نجعلها تبرد بشكل كامل نقوم بالتزين بها الطريقة نحتاج نصف كأس عصير البرتقال وكأس العسل هذا الشي عشان نسميزها بشبون العسل وفي حقيقة وصفة كانت أعطيتها لها العمي التي تقدمها من هذه المناسبة في حقيقة كانت كلها عندها وعجبتني كثيرا وطلبت منها المقادر وقلت لكي نتقسمها معكم تجي رائعة وهذا الشي كانت مدة هذه لكي أعطيتها وعجبتني المهم بالنسبة هذا الشي بوند سنقوم بالإضافة في هذا المزيج من العسل والبرتقال سوف نسخنه على النار حتى يغلي حتى يوصل لدرجة الغلاية ونطفع عليه ومباشرة نقوم بوضع الحلوية ونقوم بالتمرير ديالها في الكوك الكوك هذا المرة لا نجعله بيض ونقوم بالتحميس كما ترى معي لكي نعطيها الثامنة أو العسل بما أن أسميتها ريش بوند العسل يجب أن تكون قلباً وقالباً في هذه الخلطة التي سأضعها فيه وكذلك أحاولت أن أضعها في الكوك نقوم بالتحميس على نار هذه جداً ونغفره لكي نغفرها في ساقية التحرق على نار هذه ونفعلها لن تحميس من يكتسب بني الفاتح ونقوم بحث ونقوم بحث ونقوم بحث ونقوم بحث ونقوم بحث من الخالد للعصر البوزقال نقوم مباشرة بوضعها في الكوك ونلبسها جيدا حتى نكمل الكيمية كاملة وبنسبة لكمية الكوك تقريبا نحتاج 125 قرام الكوك يعني كمية اللي هي لا بأس بها حلوة علاقة تجيب اقتصادية نتيجة هائلة بالنسبة لكمية اللي استعملت هذا اللي بقى لي منها وهذا هو الشكل النهائي هذه اللي حلوة ديالتنا مشبهون العسل سهلة مهلا خفيفة ضريفات تتوجد في وقت واجيز جدا مكونات اقتصادية نتمنى انكم تجعبوها وتعجبكم نتمنى ونكون الفيديو خفيفة ضريف عليكم إذا كنتوا أول مرة تشاهدوا القناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك إذا عجبكم الفيديو شكرا على حصل المتابعة وإلى اللقاء في وصفة جديدة وحلقة زيدة إن شاء الله اشتركوا في القناة